في هذه الحالة لا تستطيع فتح حساب الجميل وبالتالي لا تستطيع فتح قناتك وقناتك ليست مهكرة وحساب الجميل ليس مهكر ولكن انت لا تستطيع فتحهم الفيديو ده مهم جدا لأي حد عنده حساب جميل أو عنده قناة على اليوتيوب شاهد الفيديو من البداية للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل المتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من الانترنت وصف قناتنا رقم واتس وموجود في وصف الفيديوهات لو انت دخلت كده هتلاقيه موجود الرقم ده احنا حطيناه علشان لو في حد قناته مهكرة يتواصل معنا لرجع له قناته والحمد لله في الفترة الماضية رجعنا قانوات كتير مهكرة ولكن أحيانا بيكون الإيميل ليس مهكر وبتكون القناة ليست مهكرة ولا تستطيع الدخول عليهم انت كده قناتك راح يتعليك وحساب الجميل راح عليك وتكلمنا قبل كده في هذا الموضوع ولكن نظرا لأهمية الموضوع بنتكلم دلوقتي تاني فتابع معيها الفيديو لو قناتك تم تهكيرها فالموضوع اسهل لان خلاص القناة بالنسبة لليوتيوب وبالنسبة لجوجل كانت حساب الجميل متهكر وقناتك مهكرة ولكن لما يحصل معاك المشكلة اللي احنا بنحكيها دي في هذا الفيديو في هذه الحالة الموضوع صعب جدا جدا لان انت لم تعرض للتهكير الموضوع كله ان انت لم تشاهد فيديو تعليمي وحد يوجهك ويقولك تعمل ايه وتخلي ايه سيادتك بتفعل التحقق بخطوطين في حسابك حساب الجميل وبتدخل رقم تليفونك وبتقول كده انا في امان وبعد كده تلاقيك ان انت مش عارف تدخل على حسابك سواء ان انت عندك قناة يوتيوب او عندك حساب جميل ليس عليه قناة تابع معي الكلام ده مهم جدا جدا سواء ان انت تدخل من الموبايل او تدخل من اللابتوب او الكمبيوتر لو انت داخل مثلا من الموبايل بتبدأ ان انت تفتح متصفح جوجل كروم وتسجل دخول بالايميل اللي انت شغال عليه سواء كان ايميل قناة او اي ايميل عندك وتبدأ ان انت تضغط كده على صورة اللوجو بتاحتك وتضغط على ادارة حسابك على جوجل بعد كده بتكون معاك الصفحة زي ما انت شايف كده يعني اللي هو زي اللابتوب بالضبط اللي هو بالشكل ده كده اللي هو ايه اللي هو متصفح جوجل كروم ومسجلين دخول بايميل معين هنبدأ ان احنا نضغط على صورة اللوجو وهنبدأ نضغط على حسابك على جوجل او ادارة حسابك على جوجل بعد كده بيفتح معاك الصفحة دي كده بتضغط على الامان ولو انت من الموبايل هتلاقي عندك كده شريط فوق كده بتتحرك فيه بتلاقي موجود كلمة الامان طبعا سيادتك المفترض ان انت بتفعل اللي هو التحقق بخطوتين تمام؟ وممكن انت تعمل ايه اللي هو مفتاح مرور وبتدخل كلمة مرور اللي هي كلمة السر وكمان ممكن تدخل رقم هاتف السرداد وكمان رموز الاحتياطية اللي هي الرموز اللي بتستخدم من مرة واحدة وكمان اللي هو البريد الالكتروني المخصص لاسرداد الحساب اهم ما في الموضوع في كل المعروض امامك ده هو البريد الالكتروني المخصص لاسرداد الحساب المفترض ان انت بتدخل هنا ايميل السرداد ده ايميل احتياطي بتدخله في ايميلك بيكون عندك ايميل تاني شغال وطبعا تم تأمينه هو كمان بإيميل احتياطي وجاهز معاك ورقم تريفون وبكل شيء كل وسائل الأمان اللي احنا المعروضة أمامك دي الإيميل ده بيكون شغال معاك بتبدأ ان انت تدخله هنا في هذا الإيميل تقول البريد الالكتروني المخصص الإسرداد الحساب وتدخل الإيميل هنا بعد ما تدخله هنا كده خلاص لأ بعد ما تدخله هنا بتبدأ ان انت تعمل تفعيل بيجي كود هناك على الإيميل اللي انت بدخله هنا بيجي عليه كود بتبدأ ان انت تاخده وتدخله هنا خلاص كده تم تفعيله حلو جدا لو انت عامل كده انت خلاص زي الفل وكمان احنا شرحنا كمان حاجة اسمها اليو اسي بي سيكوريتي كي اللي هي مفتاح او فلاشة الامان دي اعلى حاجة في الحماية شرحناها قبل كده اكتب كده في بحث اليوتيوب انشاء حساب جيميل العلم والتكنولوجيا هاتينا شرحنا بالتفصيل والتفعيل خطوة بخطوة وهم الفيديوهات بتكون موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت حلو جدا تمام لو سيادتك عامل كده زي الفل لو انت موبايلك اتفرمط اتمسح كل حاجة من عليه وتم عمل خروج للايميلاد بتاحتك يعني مثلا ايميل قناتك او اي ايميل عندك تمام انت معاك طبعا بياناتك دي المفترك كتبه في ورقة وحفيظها معاك عارف اللي هو ايميلك وكلمة السر ومعاك الرموز الاحتياطية عينها معاك وكمان مدخل رقم تليفون عارفه عشان يجيلك عليه كود صح كل الحاجات دي انت عارفها زي الفل تبدأ ان انت تدخل وتسجل يحصل ايه بقى يحصل ان هو يقولك هيجيلك كود على رقم موبايلك اللي انت بدخله في الامان حلو جدا ماشي يا جوجل ارسل لي كود يجيلك الكود تبدأ تدخله يبدأ بعد كده ان هو يطلب منك ان هو هيجيلك كود على ايميل قناتك الايميل نفسه اللي فيه مشكلة انت مش عفتدخل عليه اصلا يعني بيجي الكود على نفس الايميل اللي هو اصلا انت مش عارف تدخل عليه نتيجة ان انت تسجل دخول خروج او عمل فورمات للموبايل فتسجل خروج للاميل فبالتالي بيجي الكود على نفس الايميل بتاعك اللي هو فيه مشكلة اللي انت هتسجل دخول عليه اهوت طب ازي كدت انا مش عارف اصلاemente هدخل هيجيني الكود عليه ازاي هم فهتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا يعنى او في حالة ان انت مثلا نسيت كلمة السر فهتدخل عادي لو انت معك بياناتك بتقول ان نسيت كلمة السر بتسجل دخول تقول ان نسيت كلمة السر بيبدأ ان هو يقول لك خلاص تمام كده ما فيش مشكلة هيرسل لك كود على رقب الموبايل تدخل الكود يبدأ يقول لك تمام فيه كود بقى تأكيد تاني على إيميلك إيميلك أصلا انت مش عارف تدخل عليه يعني في كل تالحالات انت بيجي لك الكود على إيميلك اللي انت مش عارف تدخل عليه حاول تركز معي طيب ده سببه ايه وبيحصل ليه وكمان لو حصل معاك تعمل ايه ركز معي باللعلك للنهاية ارجوك لان ده مهم جدا إيميلك هيروح عليك وقناتك هتروح عليك بسبب ان انت لم تدخل بريد إلكتروني مخصص تأسرداد الحساب لو انت عندك إيميل احتياطي مدخله هنا جوجل هتشوف ان انت مدخل إيميل هيبدأ ان يجي لك عليه كود يعني هيسل لك كود على الموبايل تدخله وبعد كده يقول لك والله جالك مثلا كود على الإيميل دهوت اللي هو الإيميل المستخدم على موبايل تاني لان ممكن موبايلك ده يحصل له فورمات يحصل له مشكلة اتسجل خروج كده جوجل طلبت منك ان انت تسجل دخول تاني مرة يعني تسجل خروج تلقائي المهم ان انت في الاخر عايز تسجل دخول فبالتالي في هذه الحالة الإيميل الاخر ده شغال معاك هناك شغال معاك على تليفون تاني على لابتوب على اي حاجة يكون معاك تليفون تاني مع اخوك مع اختك على لابتوب على اي حاجة ففي هذه الحالة هيجع عليه كود تدخله الأمور مشت معاك زي الفول تمام كده؟ فهي دي المشكلة يا جماعة اللي انت بتواجهها لأن ناس كتيرة جدا بتبدأ تتواصل معانا على الواتس الموجود ويقول لك يا بشمهندس قناتي مهكرة رجحها لي وقناتي مهكرة وإيميلي تم تهكيره نبدأ ناخد منه البيانات بنبدأ نفحص الأمور بيتضح لنا بعد كده إن قناته ليست مهكرة والإيميل ليس مهكر ولكن هو ما دخلش إيميل إسرداد فالكود بيروح له على إيميل قناته اللي هو أصلا مش عارف يفتحه نتيجة بقت إن الموبايل تفرمط نتيجة إنه تسجل خروج نتيجة إنه جاء موبايل جديد نتيجة أي حاجة من الحاجات دي إنت مدخل بريد إسرداد خلاص زي الفول وبريد الإسرداد اللي إنت مدخله ده يكون موجود في جهاز وشغال ويكون كمان إيه ويكون تم تأمينه هو كمان بإيميل إسرداد يعني علشان لو حصلت حاجة في الموبايل اللي هو متسجل عليه يبقى في الآخر برضو أنت تقدر أن ترجعه أو تدخل عليه فيكون تم تأمينه بكل الخطوات دي بأي إيميل عندك يكون كل البيانات دي موجودة تم تأمينه بهذا الشكل وكمان تم إدخال إيميل إسرداد وإيميل الإسرداد نفس الكلام يكون برضو بنفس الشكل إيميل لإيميل لإيميل يعني عندك إيميل تستخدمه مثلا إيميل القناع في إيميل عندك تاني تستخدمه كإيميل إسرداد والإيميل للسرداد ده ليه إيميل تالت ليه كإيميل للسرداد وهكذا وطبعا تقدر تبدل بين إيميلين وبعض يعني ما هو أنت كده إيميل القناة تم إدخال إيميل للسرداد والإيميل للسرداد ده مبادئ على المبايل تاني مثلا أو على جهاز تاني أو عند حد قريبك تمام؟ والإيميل ده نفسه ليه إيميل للسرداد إيميل للسرداد ده تستخدم الإيميل اللي هو بتاع الإيميل اللي هو بتاع الإيميل للسرداد ثلاثة مستخدمين لبعض ده اسرداد لده وده اسرداد لده مبيش مشكلة برحتك عادي. المهم ان انت ما يبقاش كل حاجة على جهاز واحد لو الجهاز اتفرمت او حصلت فيه مشكلة في هذه الحالة انت مش هتقدر ان انت تدخل على ايميلك لان حتى ايميل اسرداد كمان يتعمل لك خروج منه فهتبقى مشكلة كبيرة ان انت خاصة مش مأمن زي ما احنا مضحين كده. فيارب تكون الفكرة وصلت كل ايميل يكون دخل له ايميل اسرداد ايميل اسرداد دخل له برضو ايميل اسرداد. ايه الكلام ده? طيب طيب لما يتضح لنا ان ايميلك ليس مهكر وقناتك ليست مهكرة محدش يقدر يساعدك في هذا الامر. الموضوع صعب جدا جدا. فحتى لو ارسلنا البوجل ولا اليوتيوب في هذه الحالة بيبدأ ان يراجع يبدأ يقول لك والله احنا اتضح لنا ان انت قناتك ليست مهكرة ولا ايميلك ليس مهكر. حاول تعمل اسرداد لحسابك. حاول تعمل اسرداد لحسابك او انشئ حساب جديد. ففي هذه الحالة ممكن يبقى عندك قناه راحت عليك وايميلك راح عليك. تمام. اعذروني على الاطالة. طيب انت حاليا ذاكي جدا ان انت بتشاهد فيديو تعليمي زيدا. انا بقولك بصراحة. ليه بقى? لان انت حاليا هتعمل الكلام اللي انا بقوله ده. حل? هتعمل الكلام ده حاليا طبقه عندك. طيب لو انت بقى لم تشاهد هذا الفيديو غير بعد ما وقحت في المشكلة وانت عايش تسجل كده او جهاز تاني او جهاز اكراح منك. عايش تسجل دخول ما انتش عارف. وبيجيلك الكودة على ايميل قناتك اللي انت مش عارف تدخل علي اصلا. تعمل ايه? تبدأ ان انت تسجل من نفس التليفون. يعني سيب الموضوع كده بتقعدش تحول كتير كتير كتير. تعمل محاولات كتير. اترك كل موضوع كده مثلا اه اربع خمس يام اسبوع. وابدأ ان انت ادخل من نفس الجهاز ومن نفس النت اللي انت كنت بتسجل بيدخول بهذا الايميل. تمام? وتبدأ تحول تسجل الدخول. هيقول لك تدخل كلمة لو انت عارفها دخلها مش عارفها قول نسيت. هيجي لك مثلا كودة على رقم موبايلك. بعد ما تدخل الكود هيقول لك كالك بقى كود على الايميل اللي هو بتاع قناتك اللي انت مش عارف تدخل عليه. تحول تعمل ايه? تختار وسيلة اخرى. اللي هو ايه? طريقة اخرى. اه تحت تلاقي فيه اختيارات كده اللي هو طريقة اخرى. تبدأ ان ان تتجرب وتعمل طريقة اخرى طريقة اخرى لغاية ما تلاقي كده ظهر قداما تدخل الايميل. يمكنه يعني جوجل هتبدأ ترسلك عليه رابط لاستعادة كلمة سر هذا الايميل. تمام كده? او رابط استرجاع الايميل. بس لازم من نفس التلفون ومن نفس الواي فاي او نفس النت. فيبدأ ان هو بقى ياخد يومين تلاتة يوم على حسب. ممكن ساعات. يبدأ ان هو يرسلك رابط على الايميل اللي انت مدخله. الايميل طبعا يكون شغال. مش دخل الايميل يكون مش شغال كمان يعني يا جماعة كفاية كده يعني. يجي لك عليه رابط يبدأ ان الرابط ده تاخده وتبدأ ان انت تعمل استرجاع الايميل اللي هو بتاع القناة او الايميل اللي فيه مشكلة. طيب بتحاول احيانا برضو بتلاقيش اللي هو او الخيار اللي هو بتاع ايه? بتاع اللي هو يقول لك دخل الايميل يمكن ان التواصل به من خلاله. يعني يمكن انا التواصل معاك من خلال هذا الايميل. تمام? بتحول مرة اخرى بعد فترة يوم اتنين تحاول. من نفس الجهاز ومن نفس الواي فاي او من نفس النت ان شاء الله ان يزهر لك كده اللي هو ايه? يقول لك انتر كونتاكت ايميل ادرس او دخل ايميل يمكننا التواصل من خلاله عشان يرسلك الرابط عليه. هو ده الحل يا جماعة. تبدأ تحول اكتر من مرة. طيب. سجلك الريكورد دوت على الطريقة بالزبط اللي مقدرت افتح بها القناة. اه بالرغم ان انا مش يعني مش عامل ايميل استرداد للقناة ومش عامل اي وسائل حماية ولا تتحقق بخطوتين ولا اي حاجة كل اللي هو ديفه رقم تليفون وبس. دوت اللي قد تتحقق القناة كلها. اول حاجة اه لو عايز تفتح القناة وطبعا هيا مش متحقرة او ان تنسيك كلمة السر او كلمة سر تغيرت لاي سبب من الاسباب او حتى حصل اي مشكلة قدت ان الحساب بتاعك يخرج ببرا القناة. اللي يحصل معها مشكلة ديت اول حاجة وهو بيسجل دخول القناة ما ينفعش يسجل دخول القناة من اي جهاز ما سجلش دخول لي قبل كده. ويفضل يسجل دخول القناة بالجهاز اللي دايما بيستخدمه في فتح القرار اللي هو بيعرف عمله الفجاهات اللي بيستخدمه دايما اللي بيتفرد بها محتوى اللي بيستخدم الجهاز ده على طول. نفس الاي بي ونفس النوع الجهاز بالزبط. تمام؟ يسجل دخول عادي ويكتب كلمة السر اللي كانت موجودة لو فاكرها. طبعا لو فاكرها هيكتب انها متغيرة من كزا ساعة او اتغيرت من الفترة على حسب اللي غيارها او او هو غيارها ونسيها او ايا ياكل. تمام؟ هيدوس على متابعة تسجيل بطريقة اخرى هجيب له ان هو يبعت له رمز على رقم التليفون. طبعا هيتبعت رمز على رقم التليفون وبعدها هينقل الخطوة اللي بعدها هيقول له متبعت لك رمز تاني على بريد الكنازة نفسه. طب بريد الكنازة نفسه متسجل الخروج منه واصلا ساحب الكنازة مش عارف يدخل على البريد اساسي. تمام؟ فهيدوس متابعة بطريقة اخرى. متابعة بطريقة اخرى هيقول له للأسف مش هينفع تفتح الحساب هنا لوسائل الحماية يعني والامان وطبعا الايميل مفوش يعني البريدة مفوش ايميل استرداد. تمام؟ فهيدله خانة كده يقول له اكتب فيها بريد الكتروني ليك يكون يعني هنتوصل معك من هم فريق الدعم او جوجل بتتأكد ان الجهاز دوت هو هو نفس الجهاز المستخدم في استخدام القناة وساعتها بيبعتلك لينك على البريد اللي انت كتابت دوت يعني الكلام ده طول انا عملت الموضوع دوت من ساعة ما كلمت حضرتك فاته هو تلات ايام لحد ما بعتول الايميل دوت وبعتولي كمال على رقم موبايل نفس الرسالة ان تم بالفعل استرداد القناة بعتولي الرسالة لانا يعني اغير كلمة السر منه فالاميل اللي انت بتكتبه في الخينة ديت بعد تلات ايام او اربعة ايام حسب مفرق الدعم او جوجل بترجع التليفون او الجهاز اللي انت دخلت منا وهو هو نفس الاي بي ونفس شبكة الواي فاي ونفس المكان المكان الجغرافي يعني انت مثلا من مصر من الكهرة من حيل عجوزة مثلا لازم ان تبقى في المكان دوت طويل فترة ديت اول ما بيتأكدوا ان انت رفس الشخص اللي كان بيسجل القناة يبعتونك ايميل ان انت تقدر تفتح بيه البريد تاني وتعمل كلمة سر جديد وانا دلوقتي فتحت البريد وحطيت كل وسائل الحماية بقى حطيت بريد استرداد ورقم تاني ومفتاح امان وتابعت فيديوات حضرتك عشان عرف ايه عام من القناة فبس حضرتك ما اتمنى انك تعمل فيديو صغير للناس اللي عندها نفس المشكلة علشان تعرف تحل المشكلة ديت ما حصلش برضو الكلام ده وما عرفتش انت كده يعتبر ايميلك راح عليك وقناتك راحت عليك اصلا تمام وفيه قنات كتيرة جدا متوصل معنا على الواتس والله فيها عندها هذه المشكلة علشان كده انا عملت هذا الفيديو وشايفوا ان هو من اهم الفيديوهات اللي انت تشوفها طيب في هذه الحالة ان انت ممكن يتم التعامل مع ايميلك وقناتك كأنهم قناة مهكرة وايميل مهكر ايه انت تتواصل معنا من خلال رقم الواتس اللي احنا حطيني في وصف الفيديو ده هو وصف القناة والتشرح لنا الموضوع واحنا ممكن نتعامل مع ايميلك ومع قناتك كانهم مهكرين زي القناة اللي احنا بنرجح طبعا ده يتضح عند اليوتيوب وجوجل ان قناتك ليست مهكرة بعد ما يقوموا بالمراجعة وايميلك ليس مهكر ممكن ان هم يساعدوا وده حصل معنا احيانا بانه هو يجيب لنا رابط نبدأ ان احنا من خلاله نسترجح حساب الجميل بتاعك وممكن لا ممكن ولا كيحنا اتضح لنا ليس مهكر ولا الجميل ولا القناة ممكن يتم الرفض تمام كده ففي هذه الحالة ممكن ان هم يرسلونا رابط وممكن لا ممكن ان احنا كمان نطلب منهم ان احنا نحول القناة ليميل اخر يعني ممكن كده وممكن كده بس في هذه الحالة استرجاع القناة واسترجاع الايميل ممكن فقط بخمسين في المية ولكن لو قناتك مهكرة يعني قد يصل لتسعين وخمسة وتسعين في المية وممكن مية في المية ان احنا ان شاء الله نرجع لقناتك لو كانت مهكرة. فاخ الفاضل ويا اخت الفاضلة يعني حاول ان انت تأمن الحساب بكل الوسائل الموجودة جوحر وتدخل ايميل السرداد ويكون شغال معك في جهاز اخر الافضل يعني مش على نفس الجهاز بحس ان هو لو الجهاز ده حصل مشكلة فيه يبقى الايميل موجود على الجهاز الاخر شغال اللي هو يجي لك عليه الكود وتمام التمام ويكون داخل ونشط وتم تفعيله تمام لو انت عايز تعرف اكتر عن موضوع تأمين حساب الجميل هتلاقي اهم الفيديوهات وطبعا تأمين القناة هتلاقي اهم الفيديوهات موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات مهمة جدا والموضوع ده يريد ان انتو لو عارفين حد عنده ايميل او عنده قناة يعمل خطوات ديت علشان الموضوع بيكون في غاية الصعوبة ان انت تسترد الايميل او القناة المرتبطة بالايميل لو انت مدخلتش ايميل السرداد لو انت فشلت في استرجاع الايميل واسترجاع القناة لو انت مدخلتش ايميل السرداد وحصلت معاك المشكلة دي فتواصل معنا عن طريق رقم الواتس اللي موجود وان شاء الله نحاول ان احنا نساعدك ادخل كده ايميلك دلوقتي حالا بعد ما تشاهد هذا الفيديو وتأكد من ان انت فعلا مدخل ايميل السرداد ولا لا وعرفنا في تعليقات هذا الفيديو لو عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات وبنعمل بث مباشر مرود فيه على الاسئلة مع السلامة